خلونا أقول لحضراتكم بقى الحكومة الحكومة طبعا كلام كتير طلع بورسة التكهنات والترشيحات والأسماء لكن خلونا مع المصادر المؤكدة اللي بتقول كلام موصوق منه مصادر حكومية مطلعة بتتكلم على إن احنا قدام تغيير وزاري شامل احنا بنتكلم على يمكن حوالي عشرين حقيبة وزارية هيتم تغييرها بنتكلم كمان على إنه هيكون فيه دمج لبعض الوزارات واستحداث لوزارات جديدة المجموعة الاقتصادية دي مهمة جدا جدا لإن كان كل الكلام عليها قدام تحاد اقتصادي يعني هو الأخطر فعشان كده الكلام دلوقتي والأخبار بتأكد إن المجموعة الاقتصادية بالكامل هيتم تغييرها يبقى احنا بنتكلم في عشرين حقيبة وزارية بنتكلم عن دمج واستحداث وزارات جديدة بنتكلم كمان على إنه فيه تعيين لأكتر من نائب لرئيس الوزراء المعايير أو المحددات للاختيار أفكر حضراتكم لما الرئيس كلف رئيس الوزراء دكتور مصامة بولي بتشكيل الحكومة كان فيه عبارة أو جملة مهمة جدا توقفنا أمامها إنه يتم الاستعانة بالخبرات والقدرات والكفاءات المتميزة لأن الوضع صعب فبالتالي إحنا محتاجين ناس يكون عندهم المقدرة يكون عندهم أفكار جديدة يكون عندهم خبرات وده اللي تم التأكيد عليه من خلال الأخبار اللي بنتبحها النهاردة إنه هذا المعيار هو نمرة واحدة إنه لازم تكون فيه خبرات وخبرات يعني عالمية لو جاز التعبير يكون فيه سابقة أعمال محدش يجرب فينا فده اللي تقال النهاردة إنه ده من ضمن المحددات اللي اشتغل عليها رئيس الوزراء اللي إحنا سمعنا يعني عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات على مدار الخمسة وعشرين يوم اللي فاتوا بيتكلموا على حوالي خمسة وستين اجتماع ولقاء فعشان كده الكم الكبير ده من الاجتماعات واللقاءات لو ده اللي بيدل على إنه فيه تدقيق إنه أنا مش متسربع الحقيقة كان فيه كلام كتير اللي هو كل شوي هي فين الحكومة هي فين الحكومة مش قالوا بعد العيد على طول طب العيد خلص طب بقرة طب بعده كلام ده كله فالعبرة مش يا جماعة نحن إيه يلا بينا عايزين حكومة وفين الحكومة يعني في التأني السلام بالعكس أنت كل ما تقعد وتختار وتقق وتقعد مع الواحد مرة واثنين وتلاتة ما نفعش تشوف غيره تسأل هنا تشوف هنا سابقة أعمال خبرات ترشيحات الكلام ده كله فالفترة اللي احنا بتكلم فيها الـ 25 يوم تقريبا يعني ده علشان وده اللي بيتمنى وإن شاء الله ده اللي يحصل لأنه الحكومة القادمة يعني قدام اختبار كبير وحمل وهم تقيل إنها جاية في ظرف صعب ظرف استثنائي تحديات خارجية وتحديات داخلية المواطن المصري محتاج إنه يشوف التغيير محتاج يشوف حاجة مختلفة تماما في الاقتصاد تنعكس على حياته ويومه فعشان كده زي بقول لحضراتكم ده كان السر وفقا للأخبار المعلنة في مسألة طبعا الاجتماعات الكتيرة اللي حصلت لانتقاء أفضل العناصر للحكومة القادمة خليني أقول لحضراتكم بقى بعض الأسماء اللي بيتم تناقلها وفقا لمصادر حكومية هبتدي بوزير التمويل لأنه زي بقول لكم اقتصاد فأنت عايز تتكلم على سلع أساسية تتكلم على توفرها تتكلم على الرقابة التموينية تتكلم على كل هذه الأمور فمن الأسماء المرشحة بقوة وفقا للمصادر الحكومية أنه تم ترشيح سيد شريف فاروق كوزيرا للتموين بالنسبة لوزارة الأوقاف تردد بقوة اسم دكتور أسامة الأزهري كوزير للأوقاف طبعا عندنا كمان دكتورة مايا مرسي كوزيرة لتضامن الاجتماعي معالي السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة فخدتوا بالكو الخارجية والهجرة يبقى إحنا كده قدام وزارتين تم دمجهم إحنا كان عندنا وزارة الخارجية عادي جدا وعندنا وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصيرين بالخارج كده إحنا قدام مسمى جديد أو وزارة تم دمج يعني إقصاصات الخارجية والهجرة في وزارة واحدة وزارة الخارجية والهجرة والمرشح لها بقوة معالي السفير بدر عبد العاطي عندنا كمان وزير الإسكان اسم سيد شريف الشربيني سيد أحمد كوجك وزير للمالية على فكرة هو طبعا كان نائب وزير المالية حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية برضو ده مسمى جديد ومختلف قدامنا الاستثمار والتجارة الخارجية سيد أو معالي المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل في عندنا كمان وزارة الطيران المرشح لها السيد سامح الحفني معالي المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي دي أهم الأسماء أو بلاش أقول أهم الأسماء دي الأسماء المؤكدة دي الأسماء المؤكدة حتى هذه اللحظة وفقا لمصادر حكومية أعلنت أنه تقريبا هذه الأسماء الأقرب أن احنا نشوفها بكرة أمام سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحلف اليمين طيب احنا مش بس قدام تغيير في الحكومة أو حكومة جديدة احنا أمام كمان حركة محافظين موسعة يعني كان برضو كان فيه تكاهنات كده هو صح ده مش تكليف أو مش لازم يكون في حركة محافظين وفقا للدستور لكن وفقا لقانون المحليات أو لدارة محلية من الأفضل أو المستحسن مع تولي الرئيس لفترة ولاية جديدة أن يكون فيه حركة محافظين أو يكون فيه تغيير فيها أو حتى يعني إعادة استقا فيها مرة تاني احنا برضو قدام حركة محافظين موسعة الأخبار والمصادر بتقول أنها تشمل محافظات القاهرة وشمال سينة الغربية كفر الشيخ محافظة الإسماعيلية محافظة السويس ومحافظة السكندرية والأقصر فدي كده أقدر أقول لحضراتكم دي يعني أهم الأخبار أو المصادر اللي قدرنا من خلالها نحصل على الأسماء والمؤشرات وملامح المنتظرة بكرة إن شاء الله نحن نشوفها وانتباحها في أخبارنا بخصوص الحكومة الجديدة وحلف اليمين وبخصوص كمان حركة المحافظين